أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي خلال اجتماعها اليوم برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد براشد المكتوم عن العودة التدريجية لنظام التعليم الحضوري للعام الدراسي 2021-2022 في جميع مدارس دبي الخاصة حيث يبدأ العام الدراسي بيعطاء أولياء الأمور حرية الاختيار بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد على أن يلتزم الجميع بالتعليم الحضوري التام في الحرم المدرسي بدءا من الثالث من اكتوبر المقبل بالإضافة إلى عودة مختلف الأنشطة المدرسية مع التقيد بكافة الإجراءات الاحترازية ويأتي قرار اللجنة ضمن تطبيق الخطة الأساسية الآمنة للعودة التدريجية إلى المدارس الخاصة بعد عملية تنسيق ومشاورات مع أولياء الأمور ومشغلي المدارس الخاصة في الإمارة حيث بلغت نسبة تطعيم الكادر التعليمي الخاص في دبي 96% وتلقي 70% من الأطفال بين عامي 12 و 17 عاما اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد تأكيدا على نهج الإمارة الاستباقي بالاهتمام بصحة وسلامة جميع أفراد المجتمع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر